اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انظر الى هذه الدعايات الضخمة الكبيرة للأفلام والمسلسلات الرمضانية هؤلاء والله انهم اخذوا دور الشيطان في شهر رمضان كأن الشيطان قال انا في رمضان مسلسل ومصفد فخذوا الراية واحملوها عني فقالوا نحن لها نحن لها فسعوا في الارض فسادة مسلسلات رمضانية سبحان الله ما علاقة رمضان بالمسلسلات شهر الغفران شهر العتق من النيران شهر القرآن شهر الهداية هم يقولون شهر فوازير رمضان شهر التراويح شهر القيام وهم يقولون السهر الرمضانية والخيمة الرمضانية وحتى ان بعض التلفزيونات غريب جدا ما حلالهم ان يتكلموا عن الفنانين والفنانات وسيرتهم الا في شهر رمضان كل يلا يجيبوا فنان ويطرحوا سيرته ساعة ساعة ونص ساعتين طيب اينكم في غير شهر رمضان؟ لماذا لا تتركوا شهر رمضان من غير مسلسلات؟ لكن لهم اهداف يريدون ان يفرغوا شهر رمضان من مضمونه لا يريدون لي ولك وللأمة الإسلامية الخير لا يريدون ان نستغفر لا يريدون ان نتوب هذا واضح جدا في اسلوبهم وفي سمتهم وشهر شعبان ورجب يبدأ الاعلانات عن هذه المسلسلات التي سيودعونها بشهر رمضان واحيانا فوازير رمضان اللي تقدمها راقصة امر غريب وعجيب جدا وفي ثنايا هذا الرقص تأتي فوانيس رمضان وربما يأتي بصورة المسجد الحرام والمسجد النبوي وربما يكون السؤال اصلا سؤال فوازير رمضان عن صحابي بطريقة هزلية جدا هذا الغثاء في شهر رمضان لماذا؟ لماذا؟ بدل ما ان يكون جليسك القرآن خير جليس الناس استبدلت هذا الجليس واصبح جليسهم التلفزيون وانا اسألك واسألك ايها الاب وايتها الام هل فكرتم في هذا الجهاز الموجود عندكم وامامكم ماذا جر عليكم من فوائد؟ اسألوا انفسكم صحيح ان هناك قنوات طيبة وقنوات مباركة وتبث الخير لكن كم حجمها؟ وهل هي موجودة اصلا في قائمة القنوات الموجودة في جهاز الاستقبال عندك؟ وما اكثر الذي هو في جهازك؟ هل هو من قنوات الخير ولا قنوات الشر؟ وسبحان الله انت اذا قلبت هذه القنوات ستجد قنوات تبث الشر وفي قنوات تبث الخير وفي قنوات تخلط هذه القضية ايها الأخوة يجب ان تكون عندنا حاضرة وانا اقول هل جربتم ان تجعلوا رمضان هذه السنة من غير تلفزيون؟ حتى لو ما بقي منه من ايام هل يمكن ان تتخلصوا من التلفزيون؟ كثير من العوالي يقولوا لا يمكن لا نستطيع وهذه هي المشكلة وهذه هي الطامة ان اصبحنا نحن مقيدون اصبحنا لا نستطيع ان نتخلص من هذا الجهاز وانا لا ادعو للتخلص منه جملة وتفصيلة ان كان ولا بد فليكن للقنوات النافعة القنوات ذات القيمة العالية التي تبث الفضيلة والأخلاق والعلم للناس لتقودهم الى مواطن العز والسؤدد والقمة في الدنيا وفي الآخرة حتى يكونوا من اهل الجنان لا اريدك ان تكون من قائمة قنواتك تلك القنوات الهابطة التي تدعو الى التعري و الى الفحش و الى المجون و الى الهزل وانظر الكاميرا الخفية ما تأتي الا في رمضان لماذا؟ وبعدين يأتون بها بأوقات كما يسمونها أوقات الذروة عند المغرب قبل المغرب وبعد المغرب وبعد العشاء مباشرة كل هذا عندما يكون الآباء والأمهات والأبناء متسمرون جالسون أمام هذا العجل الفضي وهذا يدعونا أيها الإخوة إلى أننا نتأمل هذه الحياة على أي شيء ستنتهي إيش ما شئت؟ كل ما شئت؟ إلبس ما شئت؟ سيأتي اليوم ستنقطع الآجان مهما عمرت هب أنك أوتيت من العمر سبعين ثمانين تسعين ستقف هذه الماكينة سيقف هذا القلب ستخرج الروح ويوم القيامة هل ستجد هذه القنوات الفضائية وهذه المسلسلات التي قضينا أمامها الساعات هل هي لك أم عليك؟ أقول لك لو أن هناك لص سيدخل بيتك ويسرق مالك وما عندك من أشياء ثمينة لأخذت الأهبة والاستعداد ولجعلت هناك حارس وربما دججت هذا البيت بشيء من الأجهزة التي تعينك بإذن الله على كشف هذا اللص هناك لص يدخل بيتك ويسرق بمباركة وبموافقة منك وبمعونة فهل تعي أن هناك لصوص يريدون أن يسرق رمضان منك وما فيه من فضائل وخير ورحمات انتبه لهذا الموضوع وأنت أختي انتبهي أيضا أسأل الله العلي القدير أن يكفينا شر الأشرار وأن يجعل كيد الفجار في نحورهم ونسأل الله العلي القدير أن لا يمكن لهم منا في شيء من أمور ديننا ولا دنيانا وأن يجعلنا من أهل الحق والفضيلة والفائزين بالرحمات والعتق من النيران والكثير من الحسنات في هذا الشهر الكريم أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج البرنامج لذن الهدى مشترد بنا وأنت دواءنا على ممور